السلام عليكم. بيكون هو مش مقطوش. رسمته مش مقطوش. يعني مثلا متل هيدي الرسمة اللي هون. ازا منطلع فيها مقطوشة بشي مطرحة. منا مقطوشي. هيدي من لما بلشت لما خلصت هي ما نقطشت بالمرة. في على كل هيدا اللي ما رأت فيه. نحنا بدنا بس ات اي. ات اي ازا طلعنا ات اي منلاقي اه هيدا هيدا عند الاي متصل. ما نو منفصل. ما نو منفصل عن بعضه. عن بعضه. فهون بيكون هيدا كمان هيدا الخونكشن ازا طلعنا ات اي منلاقي ما نفصل عن بعضه. يعني كان مبلش وصل عند ال point of x equal a نفصل. صار في جزء تحت و جزء فوق. فهو منقول هو. ازا نطلع كمان اكتر شوية منلاقي الكارف واصل عند الاي من ميلة الشمال. يعني هو جاي من الشمال وصل لعند الاي. بينما من ميلة اليمين هاي الاشارة معناتها انه من ميلة اليمين مش ضارب بال اي. مش ضارب بال point اللي عنده ابسسة اي. فهو منقول انه هيدا من ميلة اليمين مش ضارب بالخط. نحنا قلنا بالرول اللي يكون continuous at a لازم يكون الليمت على ال a plus equal limit على a minus equal f of a. يعني شمال ال a لازم يكون الليمت تعوله متل يمين ال a نفس الشي. هون مسلا ازا عملنا المت على ال a minus لل function f لهيدا الرسمة. المت از اكستنز تو اي. لهيدا الرسمة هي زير. از اكستنز تو اي مينس. يعني ازا عشمال ال a عشمال ال a هيدا الفنكشن وان البوينت تعولته على الزير. فاللمت از اكستنز تو اي مينس لهيدا الكارف لهيدا هيدا الفنكشن هي اه زير. المت از اكستنز تو اي بلاس ازا رحنا شوية على اليمين وين بيصير الكارف فوق? بصير عندك one two three four يعني المت از اكستنز تو اي بلاس هي فور. فهون الليمت على اي مينس ما بيساوي الليمت على اي بلاس فهون بيكون عنا شو بينما بالبارت الاول از عملنا على اي مينس يعني لما تكون الاي عشمال الاي هيدي الاي عشماله عشماله شوية صغير كتير شو بيكون الليمت للفنكشن اللي قدامنا هو زيره. واللمت على اي بلاس كمان هو زيره. نفس النقطة. ما انه مفصولي. فهون المت على اي مانس واللمت على اي بلاس هي زيت الاف اف اي هي زيره هون. طيب. اللي عم بينسى اللي ناسي كيف عم نعمل المت الا الليمت التشبه الاف. مسلا ازا نبدي لكم لنقول اف اوف تو. لانو الاف اوف تو بهاي الرسمة. بتروح عندي اكس ايكول تو تطلع على بترسم خط اه برسم وان ضرب بالكيرف بتروح على الواي اكسس بيكون هو الجواب. يعني مسلا هادي وان وهادي تو. يعني وان اكس ايكول تو واي ايكول تو معنات اف اوف تو ايكول تو. ماشي? طيب اف اوف اي ادي ازا جينا لعند الاي وعملنا وان بيضرب بالكيرف المرسوم? بيضرب هون مطرح ما هي هون. هاي النقطة شو الوائلة الى زيره. عشانك اف اوف اي ايكول زيره. كمان زيره. كمان زيره. انو مانو منفصلين عن بعض. هيطلع عندي كزا جواب. بس جواب واحد هون اللي هو زير. بينما هون عنا اف اوف اي ولمت على اي ماينس ولمت على اي بلاس. المت على اي ماينس اه منشوف الكيرف ازا از عملتوا وين رح يضرب بالكيرف رح يضرب هون. اه المت على اي بلاس على يمين الاي از عملتوا رح يضرب فوق. فهيدي اللي عاش شمال لمت على اي ماينس رح تطلع زيره واللمت على اي بلاس رح يطلع شوه عنداش الوائلة الى four. طيب. فإذا هو مش continuous بالpart two بالpart one هو continuous. هلأ ماننشتغل شوية continuity بالfunctions كيف منبرهن او كيف منشوف اذا function continuous at a point or not. مثلا اول function f equal one over x if x does not equal zero. and f equal zero if x equal zero. هون طبعا المشكلة continuity راح تكون على زيرو. قلنا اول شرط لازم يكون الزيرو بقلب الدومين يعني الاف بدي يكون defined at zero. هل الاف defined at zero هون? ايه هيها لانه لما تكون x equal zero الاف وفكس عندها value وهي زيرو. هاي دي معناتها defined انه بدي يكون at x equal zero عنده value. اه مسلا هون كمان نفس الشي بدي يدرس الcontinuity at x equal zero. الاف defined at x equal zero هيا في عنا equal هون. لما تكون x equal zero الاف وفكس هي شو هاف اكس. كمان بهذا الفرع نفس الشي. at x equal one هتلا نشوف. في عنا equal one ولا هيا هون. فعندي greater than equal one معناتها لما تكون x equal one الاف وفكس الى جوابه هو minus x square plus one. هيدا معناتها defined at x equal one defined at x equal zero. فهذا البوينت اللي عم بدرس عليها الcontinuity بدي يكون function defined عليها. اه الشغلة الثاني انه بنعمل limit على zero minus والlimit على zero plus ولازم يطلع نفس الجواب. مثل الاف وف زيرو. هاتلا نشوف اول وحدة. هاتا اكسرسايز سفن. هاتا بكتاب الاهلية. page one hundred twenty six. اه اول بارت. بنعمل limit as x tends to zero plus. للف اوف اكس. هلا limit as x tends to zero plus يعني اكس اكبر من زيرو. اه وين الاكس اكبر من زيرو? فوق ولا تحت? نحن ما ننقى واحدة منه. يا اللي فوق يا اللي تحت. هل اللي تحت بتعبر عن x greater than zero? اكيد لا. اللي تحت بتعبر بس عن x equal zero. فوق شو كتب لك هو x does not equal zero. اه ما x greater than zero يعني does not zero. does not equal to zero. معنات ما ننقى اول واحدة. ماشي? طيب فوق للمطالح اللي هي x does not equal zero. هون بدنا x greater than zero يعني من اقتار اللي فوق. يعني هلأ ال one over x هي اللي رح تمثل الاف اوف اكس هون. equal limit as x tends to zero plus. اه one over x. بنجي منقسم هلأ منعود one over x يعني one over zero plus. ليشو بطلع جوابها بلس انفينيتي. ماشي? كمان limit as x tends to zero minus. للاف اوف اكس. zero minus يعني اه الاكس less than zero. وان الاكس less than zero. فوق ولا تحت? اكيد مش تحت. يعني تحت equal to zero. انا بدي less than zero. less than zero. من بيعبر عنا? does not equal zero. هي هيدي اللي فوق does not equal zero. يعني اللي اكبر من zero. للي اكبر من zero ولا اللي اصغر من zero. but zero not included in the first اه فورم. طيب. اكس less than zero يعني بطبيعة الحال بدي يعوضها بالمطرح اللي بيكون فيها اكس. does not equal zero. لانه هي اللي راح تمثل اكس. يعني شان اكس does not equal zero. يعني يا less than zero يا greater than zero. فهل less than zero greater than zero بتعوضه. بيعوال function. limit as x tends to zero minus. للاف اكس. equal limit as x tends to zero minus. لامين كمان لها one over اكس. هاتلا نشوف بتصير one over zero minus one over zero minus. شو بتلع جوابها? ماينس انفينيتي. ماشى? ماينس انفينيتي. كمان بعد في شغلة التالتي اللي يجب نحسبها. قلنا بنعمل المت عز zero plus. واللمت عز zero minus. هو بنعمل اف اوف زير. اف اوف زيرو شو جوابها? يعني لما تكون الاكس اف اوف زيرو لما تكون اكس ايكوال زيرو. هاتلا نشوف لما تكون الاكس ايكوال زيرو. شو جواب اف? هي زير. اف اوف اكس ما بتسوي limit as x tends to zero plus للf of x ولا بتسوي f of zero يعني هيدا f is not continuous is not continuous over أو at x equals zero لا continuous على الشمال ولا continuous على الright يعني هو discontinuous to the right و discontinuous to the left و discontinuous على طول لو كانت مثلا limit as zero minus طلعت بتسوي f of zero كنا قلنا انه هو continuous على لو كانت as zero plus بتسوي f of zero كنا قلنا هو continuous على بس ولا واحدة طلعت منهم بتسوي f of zero حتى بين اذا واحدة طلعت بتسوي f of zero والتاني لا هو ما بيكون continuous بس بيكون continuous عميلة واحدة بس بشكل عام بيكون مش continuous طيب ان شاء الله تكون الفكرة واضحة بنجي لالتاني واحدة اللي هي part two f of x equal minus x if x less than zero and half x if x greater than zero greater than or equal to zero كمان نفس القصة رحيش بده هو continuity at x equal zero نعم limit as x tends to zero plus to limit as x tends to zero plus to f of x شو يعني zero plus يعني x greater than zero وما نعوضها للزيرو بالمطرحة اللي هي فيها x اكبر من zero where is x greater than zero هي كتبة تحت x greater than zero موجودة بالتاني ما نعطي هلأ بالlimit اللي رح يمثل للف of x هو تانية اكبرشن equal limit as x tends to zero plus الهاف اكس هلأ ابعود equal half times zero plus يعني equal zero zero او zero plus ما بيأثر كمان نعمل limit as x tends to zero minus للف of x equal limit as x tends to zero minus زيرو ماينس يعني يعني x less than zero على شمال الزير مين اللي رح يمثل الف of x لما تكون x less than zero وما نطلع بالexpressions اللي هو معطيني ايوان وان حاطت x less than zero باول expression so المينس x والربريزنت af of x يعني هون محل af of x رح حط minus x هتنا نعمل نحن هون نعود كمان محل x نحط zero minus يعني minus برا وعندنا zero minus هال minus zero minus هي بتساوي zero plus طبعا لانو zero minus شو هي negative number ومضروبي بمينس برا فبتصير zero plus وفوق كمان نفس الشيء كمان zero plus بالحياة مش ضروري نحط نحن zero minus zero plus عالم هو بيكفينا انو هو equal zero equal zero بالمناسب بالمناسب بالمناسبة ما رأت معنا هاي الفكرة minus zero minus هي zero هي zero plus طيب minus four minus هل هي four plus اكيد لا لانو four minus عفوا هاي دي المينس والبلاس لفوق ما بدلني على البوزتف والنجاتف الا عندي الزيرو لانو الزيرو هي الحد الفاصل بين النجاتف والبوزتف zero zero separate negative parts negative numbers from positive numbers اذا قلنا zero plus يعني zero وشوية to the right فصلنا بال positive part اذا قلنا zero minus يصلنا على شمال zero صلنا بال negative part فال zero minus بتعبر عن negative number عشان ها قلت اذا هذا negative number zero minus ضربته بمينس رح يصير شو positive يعني zero plus بينما هاي دي المينس four هي negative number المينس four هي negative number والمينس لفوق الفور بتدل على left لل minus four left لل minus four هي negative number يعني ما بيش بضرب ها بها فاش اللي عند zero zero minus معناتها negative هاي دي الفور minus مش معناتها negative هاي المينس لفوق الفور لا تعني negative بتعني انه left لل minus four او اذا كانت بلست تعني ال right لل minus four بينما هون لاش بتعني هادي negative لو انه zero مسئب بالنص بين positive and negative ازاي احنا شوية صغيري على الشمال zero منصير بال negative part ازاي احنا شوية صغيري على اليمين zero منصير بال positive part ان شاء الله تكون قوضتها الفكرة هلا لحد هلا اقوال بعض بعد احسب شغل التالت اللي هي شو من اللي رح يمس ال وانا بعوضها باللي فوق ولا باللي تحت يعني باول يعني عمي اللي هو وان في عندنا اكس اقوال زيرو هيا هم بتاني واحد في عندي اقوال هوا كتب يعني بعوضها بستعمل لما اللي بستعمل لما اللي اكس اقوال زيرو فبديش اشتغل بهادي يعني رعوض فيها وشو حط محل زيرو لانو شو بتلع الجواب زيرو متل ما شايفين طلعوا كلهم اطبعت زيرو صار فينا نستنتج انو ناو limit as x tends to zero plus لل f of x equal limit as x tends to zero minus لل f of x equal f of zero so then f of x is continuous at x equal zero هادي التاني بارت طيب نفس الطريقة هشتغل نحن التالت بارت بتمنى اني هلا انتو يعني الفكرة يسكر الفيديو يوقف الفيديو ويحل التالت بارت لحاله لنشوف ازا رحيط لعمه صح وبعدها بشغل الفيديو لنشوف ازا جواب صح نجي للتالت بارت معطينا f of x هون equal x square if x less than zero f of x equal minus x squared plus one if x greater than equal to zero we have to study the continuity of f at x equal one يعني من نعمل limit على one minus limit one plus ونعمل f of one limit as x tends to one minus له دي limit as x tends to one minus يعني when x less than one طيب when x tends to one minus when x less than one المطرحة less than one هيها فوق أول سطر بستعمل هذه يعني سنعوض محل x one one square أو one minus ما بيأثر عليها يعني نحن قلنا هون بيأثر علينا انه لما يكون الجواب zero هي اللي رح بتعملي مشكلة ازا positive ولا negative بس هيدا الone minus هي positive فما بتأثر عليها ما بتأثر هاي اللي فو ما بتأثر الفوق الرقام لانه مش رح يطلع جواب zero بس يطلع الجواب بس كون هيدا zero minus zero plus عادة بتفرق عندي هلا one square بعتبرها كأنه one عادي one square يعني one فما تهتموا بهذا الاشارة اللي فوق بحال انه جوابها مش طلع zero يعني when x greater than one لانه لأف اكس هلأ نشوف وين معطين f greater than one بالتحتانية بالتحتانية فلا برستعمل هايدي هايدي اللي رح تمثل لتحتانية minus x squared plus one هلأ ما نعود محل كيف بتعاود اكيد اول شي بحط محل رح محل محل رح حط طيب شو جوابها له هيدا one squared يعني one ومضروبي ب minus يعني minus one plus one رح يطلع الجواب شو zero طلع جوابها zero مش متل اول واحدة يعني مرح شي رح يطلع معنا هلأ continuous اكيد مش continuous بس يمكن نكون continuous to the right او continuous to the left حسب لنشوف f zero f zero عفو مش f one ده نحن نرس يعني لما تكون one 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 هو هيكتب لي هون فبستعمل two لأنه فيها one هلأ رعود بها دي يعني رحط انا محل one هو اللي حط محل one يعني minus بعود بتين expression minus x square plus one يعني minus square plus one replace x by one you get minus one plus one which is equal to zero متل ما شفتو المت المت على one plus طلعت zero وال f one طلعت zero فشو بيكون هو continuous بأي ما ل to the right of one بينما على one ما طلعت مثل f one فبيكون discontinuous على left of one بما انو discontinuous على left of one و continue ع right of one شو بيكون ال function كله continuous ولا discontinuous بيكون discontinuous لازم يكون على الميل تان يطلع نفس الجواب يطلع عندي continuous عط one هلا من له هون since limit as x tends to one minus f of x does not equal limit as x tends to one plus f of x then f is not continuous f is not continuous at x equal one فيني يقل له انو since limit as x tends to one plus ل f of x طلعت بالساوي f of one بنقول then f is continuous بديو تحدد بأي ميلة زالت continuous وقفت غلط لانه هو مش continuous ف بدي حدد when continuous to the show اللي بي سو الف of one هي طلعت the limit as extends to one plus so f is continuous to the right of one ان شاء الله واضح يكون وتكونوا فهمتو هنا بعد رح نعمل الاكزامل الاخير اللي موجود عندنا هو رابع واحد عنا ف of x equal absolute x minus three وبدنا ندرس نحن شو at x equal z at x equal three هون رح نعمل limit limit as x tends to three minus اه شو بتلع جلا of x وحط جوا three minus يعني هون three minus minus three هون بيهمني انو هاي three minus بتهمني لانو three minus three هي zero three minus three is equal to zero فهي هاي اللي فوق بتهمني لانو رحي يطلع zero يجوا بدأ zero minus ولا zero plus لانو هون في عند zero zero minus zero plus بتعمل negative positive هاتلا نشوف من اكبر three minus ولا three نحنا عشان نعرف هايدي اللي حتطلع zero minus ولا zero plus نحنا عارف نزير هلا هي three minus معناتها left of three يعني two point nine عشمال three two point nine ناس عندي يعني تقريبا عنا شو two point nine خد رأي من تي عشمال three two point nine minus three هي negative ولا positive رح تطلع negative اذا حساب تعال calculator فانت شو بتحط zero negative بس بقلب الابسوليوت شو رحيتلع جوابه zero plus ماشى يعني zero طيب كمان رحيتلع جوابه three plus minus three كمان رحيتلع جوابه هلا هون شو three plus يعني على يمين three مثلا اخدلك رقم عيه من three point one three point one اكبر من three يعني رحيتلع positive فهو بتحط zero plus هي كمان zero بعد عنا three حط محل three بيطلع عنا هون three minus three رحيتلع جوابه كمان شو zero طلعهم طلع بعض هون نقول لهم then limit as x tends to three plus لل f of x equal limit as x tends to three minus f x equal f of three therefore when all f is continuous f is continuous هي continuous كلهم طلعت بعض يعني f is continuous at x equal three continuous to the right of three لأنه على right of three طلعت مثل f of three continuous to the left of three لأنه على left of three كمان طلعت zero مثل f of three فهي continuous at x equal three طيب يعطي كلنا عافية